في قائم جديد مع السيد احمد رخضر الفريتا نتكلم على موهب التشعر عنده كيف أتته وكيف سقلها تفضل سيدي شكرا سيد راشيد كنت دائما شغوفا بقراءة الشعر العربي والفرنسي والتمتع به ومحاولة فهم معانيه الظاهرة والمستترة لقد كتبت تسع قصائد شعرية باللغة الفرنسية من نهاية الستينات وإلى بداية السبعينات فمنها بالأسلوب القصير ومنها بالأسلوب الطويل وأعز وأحسن ما كتبت هي قصيدة بعنوان سوفونير نوستالجيك ذكريات الحنين إلى الماضي هي عزيزة علي لأنها تتناول المحبة والوفاء التي كانت وما زالت تربطنا نحن الوفقاء الدراسة وأحسن ما كتبت لأني وضعت فيها عصارة فكري في ذلك الوقت الذي كان مستوانا الدراسي هو السنة الرابعة إعدادي وهو ما يساوي الآن السنة الثالثة متوسط فقط فهي من الشعر القصير والخفيف فقد قسمتها إلى أربع أقسام الحياة الجميلة التي كنا نعيشها معا خلال حقبة الدراسة ثم التأسف عن الفراق ثم التمنيات وآخير الدعاء فهي غنية بالمفردات المتنوعة وبقواعد النحو الفرنسي وبتصريف مختلف العزمينة وبالتسلسل ومصداقية الصور والمشاهد والخافية والتعبير الجيد وحتى الخط الجميل وأول مرة ألقيتها في العلن كانت يوم 18-4-2017 بثانوية المعاضيات بالمسيلة بمناسبة انعقاد الملتقى الولاعي للغات الأجنبية والتي نالت إعجابا كبيرا من الحضور من دكاتر في الجامعة ومفتشي اللغات الأجنبية ومعلمي وأسادذة المادتين والطاقم الإداري والمدعوين وتفاجأ الجميع من المستوى الذي وصلنا إليه في ذلك الوقت وقد طلب مني إعادة لقائها فأسمعتهم إياها للمرة الثانية مما عدى بإدارة الثانوية إلى سحبها وتوزيعها على القاعة وعن رفاقات دراسة نحن نلتقي من حين لآخر ونتواصل مع بعضنا البعض هاتفيا خاصة في المناسبات وهذا بمبادرة مني شخصيا حيث أنجزت سنة 2008 قائمة تضم 34 اسم وهاتفا لرفاقات دراسة وسحبتها ووزعتها عليهم حتى على الذين يوجدون خارج الولاية وفي آخر القائمة دونت توصية تقول بأن على كل واحد منا تكون له مناسبة عرس لأحد أبنائه أن يدعو العاخرين وعليهم أن يلبوا الدعوة حسب ظروفهم الخاصة وبدأت أنا الأول بتنفيذ هذه التوصية حينما جاءت الفرصة وأحدث تجمع لنا كان بتاريخ 1 ديسمبر 2016 بمناسبة حفل زفاف ابن نذير مصطفى والذي حضره 15 من رفاق الدراسة وأخذت خلاله صور تذكارية ووزعت علينا فيما بعد أما فيما يخص الشعر العربي فكانت لي محاولات شعرية خاصة التي كتبتها ولحنتها في المخيم الصيفي للتلاميذ وكنت أقود المجموعة الصوتية للمخيم وأغنيها معهم وحتى المرشطون كانوا يشاركوننا في الغناء خاصة خلال وجبات فيضفي هذا الجو بهجة احتفالية ومراحة على الجميع وفي اللغة الإنجليزية قمت بتلحين أربع غنيات لتلاميذ السنة الرابعة أبتدائي وشاركنا بها في احتفال نهاية السنة الدراسية فنالت استحسانا معبرا جدا من الحاضرين بوقوفهم وتصفيقهم لهذه البراع مستغيرة التي التقطت بسرعة هذه اللغة الأجنبية حيث عجز بعض الكبار في إتقانها ورغم توقيف تجربة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي إلا أن البعض من هؤلاء الأطفال واصلوا دراستهم بهذه اللغة وذهبوا بعيدا معها في المرحلة الجامعية وما بعدها حسب تصريحات أوليائهم لشخصية ولي نستمتع معن حاليا الآن بقصيدة سوونير نوسترجي قويم ديدي أمي شر كامراد دوكلاس 3 يماني سيوجي 66-67 أرتان أو جادس نوز اتن ريوني دون الممساكريفز دون نوز امي اتن فرير أمي شخصي سيطرحي 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 مشخير سيطرحي يا طبيعي سيطرحي لن أتحسس uh والحم اشتركوا في القناة